تفقد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم محمدان وزير شؤون الكهرباء والماء والوفد المرافق أجنحة ومنصات المعرض الذي يقام على أرض مركز أبو ظبيل المعارض على همش عمال أسبوع أبو ظبيل الاستدامة واطلع سعادة الوزير خلال زيارة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي عرضتها أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة بالإضافة إلى كبرى المشاريع التطويرية في منصات الجهات الحكومية ذات الاختصاص منها وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي الإماراتية وهيئة الربط الخليجي وغيرها واستمع إلى شرح وكلاء الوزارات والمختصين حول هذه المشاريع والمبادرات ومختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك والجدير بالذكر بأن هذا المعرض يستقطب ما يقارب ثلاثمائة شركة تستضيف المشاركين في المؤتمرات والندوات أو الجلسات التي تقام ضمن أعمال إسبوع أبوظبي للاستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر